نقص جديد تعانيه النجاف في حصتها بالطاقة الكهربائية بعد تأكيدات نبينقل وزارة الكهرباء أكثر من أربعين ميجاواط من حصة النجاف لمحافظة بابل أمر يجعل المحافظة وأهلها يعانون مجددا من معضلة توفر الطاقة التي تشهد تراجعا بالأساس المعلومات أنه الإنتاج هذه المحطة 150 ميجاواط يعني اللي راح يستقطع منها بحدود 45 إلى 50 ميجا وأيضا المعلومات الأكيدة اليوم متأكدت أيضا أنه بدأ بنصب الأعمدة الكهربائية اللي هي من خلالها راح تربط بالمحافظة وتغدي مناطق في قضاء الكفيل ويرفض نجفيون قرار سلبي حصة النجاف التي لا تتناسب مع ما يدخلها سنويا من أعداد مليونية كونها محافظة ذات طبيعة سياحية دينية وسط مطالبات بزيادة حصتها لا تقليلها اليوم محافظة نجف الأيشرف تحتاج إلى طاقة أضافية لأن تحمل طابع ديني بها عتبات مقدسة بها نزوح من محافظات أخرى بها توسع سكاني قعيز داد اليوم أنت من تطيل محافظة أخرى من هذه الطاقة يعني أنت شون حسبتها يعني هاي المحافظة اكتفت إذا اكتفت أطي وإذا ما اكتفت كوني تزود هذه الطاقة النجف أصلا محتاجة إلى هذه الطاقة الكهربائية لأن حاليا أكو تحسن في الطاقة الكهربائية ولكن في فترة الصيف هناك انقطاعات كثيرة وإذا أخذت الحصة من النجف الأيشرف ستبقى محافظة النجف صفر من هذه الناحية نطالب الجهات المختصة بالنظر إلى هذا الملف وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الكهرباء التي تجهز للنجف في فصل الشتاء قرابة 700 ميجاواط فيما تحتاج إلى 900 ميجا لسد حاجتها الفعلية في وقت تسعى الوزارة إلى تقليل هذه الحصة من النجف محمد الغالبي واني نيوز